بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على البدر المتمم سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وقتف أثره إلى يوم الدين أما بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته يسأل الكثير من الناس ويقول ما علاج ضيق الصدر؟ ما علاج الهم والغم والضيق والنكد والكر؟ كيف أعالج هذه الهموم وهذه الأمراض القلبية والصدرية؟ علاجها الله لنا في القرآن الكريم فقال مولانا في محكم التنزيل بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ الخطاب لسيدنا رسول الله وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ إِهِ الْعِلَاجِ فَاسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ العلاج الإلهي من الله جل وعلا لضيق الصدر ولكثرة الهموم والغموم والكروب التسبيح والسجود لله والعبادة الدائمة فسبح بحمد ربك والتسبيح كثيرة قل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم قل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين دعاء سيدنا يونس فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا نه فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين قل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم قل سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته إذا جاءك ضيق الصدر فعجل بالتسبيح والتحميد لله جل وعلا وعليك بكثرة السجود ركعتين بدمعتين في آخر الليل يقضي الله لك بها جميع الحوائج وعليك بالإكثار من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله لأن الصلاة على النبي تنفع وترفع وتشفع وتدفع الصلاة على النبي تدفع عنك الضيق تدفع عنك المكروه تدفع عنك السوء تصرف عنك الهم تصرف عنك الغم تصرف عنك الكرب عندما تصلي على الحبيب يغادرك الهم مسرعا إذا كنت في هم وضقت بحمله وأمسيت محزونا وأصبحت في حرج فصلي كثيرا على المختار من آل هاشمي فإن الله يأتيك بالفرج عليك بالتسبيح لعلاج ضيق الصد عليك بالسجود لعلاج ضيق الصد عليك بالإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله لعلاج ضيق الصد عليك بعبادة الله جل وعلا عليك بأن تمتثل أمر الله وأن تجتنب نهي الله لا هم وأنت عابد لله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون وعليك بآيات شرح الصد قل هذه الآيات بيقين وثقة في الله بسم الله الرحمن الرحيم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام قل أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه قل ألم نشرح لك صدرك قل رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا فجاءت الإجابة من الله قال قد أوتيت سؤلك يا موسى قل لهمك وغمك وكربك وضيقك ونكدك يا هم لي رب كبير مهما كانت الهموم كثيرة ومهما كانت الغموم كثيرة فعفو الله أوسع وقل لنفسك وأنت ساجد بين يدي مولاك لا تيأسوا من روح الله لا تقنطوا من رحمة الله لا تحزن إن الله معنا اللهم فرج الهم عن المهمومين واكشف الغم عن المغمومين وأزح الهم عن المهمومين واقض الدين عن المدينين ويسر لنا كل أمر عسير آمين آمين يا رب العالمين وبالله التوفيق وصل اللهم على الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وسلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته